دكتور ديسوئي احنا كنا نتكلم على اعراض الحساسات دي اعراض عامة للحساسات عادة زي ما حضرتك قلت بتيجي في صور كتير وممكن تبقى احيانا بتبقى خطيرة وبتبقى طوارئ لازم تتعالج في وقتها احنا متعرف عليه ان الادوية بتعمل حساسات فيه ادوية ودايما كده في النشرة بتاعة الدواء دايما اي دواء بنلاقي فيه تحذير من الحساسات لكن طبعا يعني هو اي دواء فعلا ممكن بس اي ادوية بتبقى مشهورة ايه انواع الادوية اللي احنا ممكن نحاول ناخد بالنا منها ناخد بالنا منها اكتر من غيرها بصحة ساعتك النقطة بتاعة حساسات الادوية دي مهمة لان هي اما تكون بدأ فيها منها اما العيان هو اصطا بلدها التحسس او حساسية متعدد ومن بينها جاله حساسات الادوية يعني دي نقطة مهمة عنده حساسية ايه جهاز تنفسي عنده حساسية جلد عنده عنده لكن نشأ بعد استخدامه الدواء نشأ له تحسس دي نقطة مهمة ان هي طرق عليه جدة جديدة عليه اه يعني استخدم الدواء ده اه يبقى جات له حساسية يبقى هو من الدواء اه يعني هو كان الاول بيكحه بيعتصه بيزكه ومشده بيزيق وهو لا تمام وماشي عاشر سنين خمس سنين اقع على كده الحكاية دي يعني ما اخذ دواء معين بدأ الدواء ده على طول يعسى الرد الفعل ضده وبدأت الصورة وحياته تتغير ويبدأ تظهر عليه اعراض جديدة او داخلت الحساسية في الطور اكبر بقى من ان هي محصورة في الحساسية الامت والسر والجلد العالي اللي هو الاجزيمة والهرشة شوية وكلام من ده لازم دي بقى تطلقت وتتعرف ان هي لها ارتباط بالدواء الذي تم ادخاله حديثا ولازم يراجع الادواء اللي عنده كلها اللي خدها في الفترة اللي سبقى على ظهور الاعراض دي واذا كان عنده نشانات او ادوية جبهنة واذا كان عنده فوارغ يجبهنة لانه ما ينفعش نقول ايه تعالى ما نعمل لك اخطوار حساسي الدواء الدواء ده زي المتهمين نجم تعرضهم عن نيابة عشان تطلع الفعل الحقيقي ويعني يعني تجميه بصراحة جميل يعني فنجم استعرض الادواء دي واشوفها وابدأ افنيدها واعمل له الاول تشخيص الاول انه لديه حساسية دوائية فالحساسية اه يعني حضرك تقصد تقول احنا الاول نتعرف على نوع الحساسية جاية من دواء ولا حاجة تانية ايوة بيه فلما تيجي من دواء متاريخ المرضي الرجل ده والطاق العيان ده من زمان وبيعاني من كذا ثم نشأت حاجات جديدة ولا هو لسه جياله الاسبوع اللي فات والاسبوعين ولا اشتر الفات لازم ليعرف كده ولازم كمان تركز على الاعضاء اللي هي بيتنشن عليها الحساسية زي الانف والزوء شوف الجهاج التنفسي ده تارجت ده مكان تنشين الحساسية الجلد العنين اخذ بالحضرتك وبعدين يبدأ بقى حتة مهمة قوي وهي انه دازم يتعامل احتى اختبار الاول في الدم يقول ان نسبة الجسم المناعي من فصيلة الامينو جلوبي ايه او هيه ده عالي او برتفع ومعه غالبا ومعه غالبا خلايا الاجروفين في صورة الدم ده بتوجه وبتؤشر مع التاريخ المرضي تشخص الحساسية التاريخ المرضي والتاريخ بتاع العيان وفحص المريض مكملة لبعضها البعض بعد ما بتشخص الحساسية بتاع الدوائية يعني احساسيات اي دواء يعني انا لا انسى مرة عيان يخل حقنة بتاع تريفرون الاديم الان كلم ده هو عم اقول انه هو اعفرار بعدين ربنا بعد الحقن على طول والله كان ينوبك من جيش حقنة بس تتامين ولكن على طول الحمد لله جميع قلتنا حطي الحقنة الادرينالين تحت ايلي لين انقذتني وروح تضرب العيان بالحقنة لين فربنا سبحانه وتعالى يعني اعاد اليه كيننت وقام وانقذناه فالقصة ان اي دوة يعمل حساسية لكن فيها ادواء بده فعلا شهيرة زي ما انت قلت البنسلين نمبر ون ده بس ده يا دكتور ده مع عد ما نقولك اوه هو مش وولاد عمه ولاد خالته اللي هي مضادك حيوية اللي مرتبطة بيه اللي مرتبطة بيه مش مضادة حيوية كلها اللي مرتبطة كيف الاسبور الحاجات اللي هي مش مركبات السلفة مركبات السلفة الوحدها تعمل مركبات السلفة الوحدها تعمل ومركبات السلفة اللي بتبقى على شبيهها زي علاج السكر بالادوية بالفم بالاقراص فيها مركبات مشتقات السلفة ممكن تعمل حساسية السلفة عند العيان ده بس موقع الممكن دول يحصل ايه يجيلهم حاجة اسمها فكس الدراج راكشن يعني ايه موضع ايه موضع ايه حتة جيدة وتبقى معلمة وما تروحش وكل ما ياخد الدوة ده تقوم زي ده في الشكل والحاج ويترجع تاني ده سابتة يعني ما تروحش من مكان ده يعني الادوية غالبا اللي بتعمل حساسية ممكن طبعا احنا كنا بنتكلم على الانسولين وعضراك ذكرت دلوقتي علاجات الانسولين اللي بالفم اللي هي الأقراص بجانب بعض العاجات السكر اللي بالفم السكر اللي بالفم بجانب بعض المضادات الحيوية اللي هي ممكن تكون من مشتقات البنسلينات وولاد عميها وولاد خليتها عيلة كده وبعدين برضو بقولت لك أي دوة ممكن بس يكون فيه تاريخ مرضي يعني ارتباط ارتباط بعدين ما تجيش نقول اعملي اختبار حساسية للدوة أي دوة شوفنا شوفنا انا عند حساسية من ايه لا والله لو سمحت قول للأدوان اللي انت تعرضت اليها لازم ناخد تاريخ مرضي عشان لازم نتكلم مع المريض اه لازم وتفحصه وتجيب أهله وشوفه الأدوان وعندكم أدوان في البيت من غاية أدوية هاتوالنا ونعمل منها ساعات اختبارات مباشرة في الجلد من الأدوية دي ونسيرين من الأدوال والمشتقات وطول من الناس اللي بيستجيبهم طب يا دكتور يعني احنا اللقتي عرفنا المريض عنده حساسية من الدوة على وجه التحديد وممكن يكون من أي علاج الانسوري